أصدقائي كل ناس تشاهدونه في هذا الفيديو هو من صمعي بالذكاء الاصطناعي فقط بدون ظهوري ولن أتكلم فيه هذا بالنسبة للأشخاص الذين يسالون هل محتوى الذكاء الاصطناعي مقبول في اليوتيوب سوف تشاهدون أول بودكات احترافية في العالم العبي كانه حقيقي لباحثان يناقشان العالم كله بلوكشين وهذا كله بالذكاء الاصطناعي فرجه الممتعة لايسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم السلام عليكم معي اليوم الباحث جون لدي سؤال لك يا جون هل سمعت عن تكنولوجيا البلوكشين وكيف يقال انها ستؤثر على العالم بأكمله وعليكم السلام مارك بالتأكيد البلوكشين هو تقنية مبتكرة تتيح لنا انشاء سجل دقيق ومحمي للمعاملات والمعلومات يعتبر البلوكشين أحد أهم لاتكارات التكنولوجية في العقد الأخير ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المجالات أنا اتفق معك جون البلوكشين لديه القدرة على تغيير العديد من الصناعات والقطاعات ما رأيك في كيفية استخدامه في مجال النقل والشحن؟ بالتأكيد مارك يمكن ان يكون للبلوكشين تأثير هائل في مجال النقل والشحن يمكن استخدامه لتسجيل وتتبع الشحنات بشكل آمن وفعال منا يقلل من خسارة البضائع ويوفر الشفافية في سلسلة التوريد يمكن ايضا استخدام العقود الذكية لتنفيذ صفقات التوريد بشكل آلي وموثوق نعم ويمكننا ايضا ان نتخيل استخدام البلوكشين في تحقيق الشفافية في الحكومات ومكافحة الفسد بفضل التشفير والتوزيع المركزي يمكننا انشاء سجلات عامة وشفافة للمعاملات الحكومية هذا سيزيد من اصداقية الحكومات ويخلغ بأرض اكثر عدالة وفقة بين المواطنين بالتأكيد ولا يتوقف الامر عند ذلك يمكن استخدام البلوكشين ايضا في مجالات مثل الصحة والتعليم والمالية في مجال الصحة يمكن استخدامه لتحسين تبادل المعلومات الطبية بين المؤسسات وضمان امان البيانات الحساسة للمرضى اما في المجال المالي فقد يؤدي استخدام البلوكشين الى تبسيط العمليات المالية وتخفيض التكاليف بشكل كبير موضوع هم حقا جون يجب ان نعمل على حل هذه التحديات بشكل تعاوني بين الحكومات والشركات التكنولوجية والمجتمع المدني بذلك يمكننا الاستفادة الكاملة من فوائد البلوكشين وتحقيق التغيير الايجابي في العالم اوافقك الرأي يبدو ان للبلوكشين القدرة على تحويل العالم وتوفير فرص جديدة للتقدم والتطور يجب علينا استغلال هذا الامكانات والعمل معا لتحقيق مستقبل افضل بمساعدة هذه التكنولوجيا المبتكرة بالتأكيد التعاون والتفاهم نشترك سيكونان اساسيين لنا يحتبني التكنولوجيا البلوكشين ومع ذلك هناك حاجة ايضا للتوعية والتفقيف بشأن فوائد البلوكشين وكيفية استخدامها بشكل صحيح ما هي وجهة نظرك حول هذا الامر؟ انا متفق معك تماما التوعية والتفقيف حول البلوكشين امر ضروري للغاية يجب ان يكون لدى الناس فهم جيد لهذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل اامن وفعال يمكننا تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتوضيح مفهوم البلوكشين وتوضيح فوائدها وتطبيقاتها المحتملة في مختلف المجالات ولا نمس ايضا اثر الانساني للبلوكشين حيث يمكن استخدامها في تحقيق التوزيع العادل للموارد والمساعدة في حل بعض المشكلات الاجتماعية العالمية على سبيل المثال يمكن استخدام البلوكشين في تسجيل حقوق الملكية وضمان حقوق الفئات المهمشة مثل اللاجئين والمهاجرين بالتأكيد ومن الجيد ان نرى البلوكشين ينتشر في مشاريع الاستدامة البيئية ايضا يمكن استخدام التكنولوجيا البلوكشين لتتبع المنتجات البيئية والمستدامة من منشأها الى المستهلك مما يعزز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات اعتقد ان البلوكشين لديها امكانات هائلة لتغيير العالم بطرق لم نتصورها من قبل انها تكنولوجيا مذهلة تجمع بين الامان والشفافية والتوزيع اللامركزي وستكون لها تأثير كبير على العديد من الصناعات والقطاعات يجب ان نستفيد من هذه الفرصة ونعمل سويا لاستكشاف وتطوير امكانات البلوكشين لصالح الجميع مؤكد يا جون لدينا رحلة مشوقة امامنا يجب ان نبقى متفتحين ومستعدين لاستكشاف وتبني التقنيات الجديدة والابتكارات من خلال تعاوننا ورؤيتنا المشتركة يمكننا استخدام البلوكشين لبناء عالم اكثر عدالة وفعالية ومستدمة شكرا لك جون على حضورك معنا الى اللقاء في حلقة قادمة مع موضوع جديد